موسيقى موسيقى لغة السيد المسيحي له المجد هي اللغة الارامية التي ما زالت حية اللغة التي خطت بحروفها العديد من الكلمات لأباء الكنيسة لغة لا زالت الأقلية من الأجداد يتحدثون بها في زيارة لنورسات لمدرسة مار أفرام السريانية التابعة لكنيسة السريان الأرتدوكس المدرسة الوحيدة في الأراضي المقدسة التي تعلم اللغة الارامية فكان لنا لقاء مع مديرة المدرسة لتحدثنا عن أهمية تعليم هذا الجيل للغة كادت أن تندثر المدرسة تأسست في عام 2003 يعني من حوالي عشرين سنة كان الهدف الأساسي من تأسيس المدرسة هو تعليم اللغة الارامية السريانية والمحافظة على التراث والإرث السرياني في البلاد المقدسة أكيد لأنه الهدف سامي جدا ومهم جدا تم إنشاء هذه المدرسة وبالتأكيد المدرسة تحت مضلة بطرقية السريان الأرتدوكس والراعي الحالي المسؤول عن المدرسة هو المطران جاك أنتيموس يعقوب واللي هو راعي الأبراشية ومسؤول الكنيسة في القدس والأراضي المقدسة ومهم جدا إنه إحنا نعلم أولادنا في المدرسة طبعا تحتوي عدد كبير من الطلاب في عنا حوالي 650 طالب وطالبة من صف الروضة للتوجيه ومعظمهم طبعا من المسيحيين في منطقة بيت لحم وبيت جالة تابعين لعدة كنائس ليست فقط السريانية أو الكنيسة السريانية ومحبتهم لتعلم اللغة السريانية كبيرة كما كان لنا زيارة لإحدى الصفوف المدرسية لنرى كيفية تعلم الطلاب للأرامية فهم يدرسونها كتابة وقراءة ومحادثة لغة أبائنا وأجدادنا القدماء إحنا عنا بالبيت ما في حدا بيحكي سرياني ففي المدرسة منيح أنه بيعلموا سرياني عشان نظلها هاي اللغة اللي هي مكملة عشان أنه نقدر نحكي سرياني عشان نظلها مكملة وأنا مبسوط أني بتعلم سرياني إلا أنه أول إشي أنا بحب اللغات تاني شي عشان نقدر نمشي اللغة السريانية فرحة ومحبة تملأ قلوب الطلاب في هذه الحصة التعليمية فهي حصة مميزة لدى الكثيرين نحن نتعلم اللغة السريانية هاي اللغة لغة المسيح ونشكر أبونا بولوس عشان بعلمنا إياها اللغة الأرامية واحدة من أقدم اللغات في العالم ما زالت حية حتى يومنا هذا عم نيجي عدم عمدس مارافرام بيجالة عم نعلم اللغة السريانية الأرامية وهذه اللغة لغة السيد المسيح نحن نفتخل في هاي اللغة أنه قبل ألفين عام كانت هي اللغة الرسمية في البلاد في الأراضي المقدسة ولكن هاي اللغة نضطرت جيل بعد جيل ولكن نشكر الله في هذا القرون وفي هذه الأوصال في هذه السنوات نشوف أنه نحن نعلم نحيي هذه اللغة السريانية الأرامية بين طلابنا في مدرسة مارافرام دور مدرسة مارافرام السريانية دور هام في الحفاظ على الإرث المسيحي لتتناقله عبر الأجيال خاصة في تعليم اللغة الأرامية السريانية لغة السيد المسيحي له المجد هي رسالة سامية للحفاظ على هذا الإرث لتبقى هذه اللغة تتناقلها الأجيال وأيضا للمحافظة على عدم اندثارها كثير أنا انبساطة لما بلش الأبونا والمسؤولين السريان يهتموا في اللغة السريانية لأنه أصلا المدرسة السريانية وبما أنه لغة سيدنا المسيح ربنا يسوع المسيح هي اللغة السريانية فأنا كثير مبسوطة وكثير أنا والإدارة وكل المعلمات لما منشوف طلابنا كثير ملتزمين وعم بتعلموا بهالأسلوب الشيق الحلو اللي الأبونا بعلمنا إياه لو تشوف السعادة اللي منشعر فيها إنه إحنا على القليلة صار عنا اللغة الأساسية اللي هي لغة يسوع واللغة أجنبية الثانية اللي هي منسميها الإسبرانتو اللغة إنترناشنال اللي هي اللغة الإنجليزية يعني أهم ما بطلع فيه طلابنا من المدارس هي اللغات اللي بتغنيهم عن كل معلومات الدنيا بيقدروا يستقطبوها باللغة اللغتين هدولي للنرسات مارلن الحدوى من مدرسة مار أفرام السريانية الأراضي المقدسة